إذا كنت من مستخدمين برنامج تليغرام عندي لك ثلاث بوتات هذه البوتات تساعدك في تحميل صور وفيديوهات وعشان نتعرف عليهم بعد الفاصل إذا كانت ردي زيارتك الأولى أتمنى أن تتابع الحساب ولا تنسى منعمل شير للفيديو إذا كان مناسب حتى تعمل فايدة والإعجاب يسعدني بعد أيضا أسمع أو أشوف تعليقاتكم الموجودة على أي فيديو راح نبدأ مع أول بوت وهو خاص في اليوتيوب اسم البوت هو يوتيوب دونلودر فلو دخلنا وكان عندي رابط أنسخة من اليوتيوب وإيه بالرابط وأعمل لسق في خانة المحادثة ومن ثم نضغط على إرسال ثواني وراح يعطيني قائمة جديدة هاي القائمة عبارة عن اختيارات ترجع لك أنت تحاب تحمل الفيديو بجودة عالية 4K أو أقل فاختيارات كثيرة موجودة فلنفرض لو اخترنا اللي هو 4K أو الأقل ممكن تختار منها القلب أيضا تقدر تحمل ملف صوتي فقط البوت الثاني مخصص في تحميل الصور من تطبيق البينترست فلو دخلنا على هذا التطبيق الرائع بنلقى مجموعة من الصور الجميلة وبإمكانك تبحث فيه فيديوهات ومقاطع مختصرة وبسيطة موجودة نعمل مشاركة لهذه الصورة من خلال العلامة اللي موجودة في الأسفل بعد ما نعمل لسق للرابط اللي موجود عندنا راح نرسله ثواني وراح يعطينا النتيجة والصورة تكون موجودة عندنا أما البوت الثالث واللي هم مهم للجميع هو أنك تحمل مقاطع الفيديو اللي موجودة على الاستجرام خلونا نشوف كيف الطريقة بننسخ ملف من الاستجرام وراح نعمل لسق على البوت ونشوف النتيجة راح نعمل لسقني ونرسل الرابط مثل ما انتم شايفين في ثواني والفيديو عندي موجود وأقدر أشارك الفيديو مع أصدقائي أو مع أي شخص آخر وهذه ثلاث بوتاط اللي موجودة اللي تقدر تستفيد منها في تحميل الملفات إن شاء الله في عندنا فقرة ثانية راح أعطيكم بعد ثلاث غير هذي بعد راح تفيدك إن شاء الله في استخدام كثير من الأمور مش فقط التصوير أيضا في أشياء أخرى ترجمة نانسي قنقر